مدخل مدينة الرمادي تشوهات العسكرية في المحافظة أثناء دخولنا الرمادي لقناها منطقة يعني بحيث أنه مهدمة يعني مناطق من تايا فادنوب وهسا من نشوف الرمادي يعني مرت هسا بمرحلة يعني مئات السنين أنه ما مرت بهيش بهيش مرحلة يعني تبليط الشوارع المجاري الحدائق المشاريع أنجزت بتمويل من 25 منظمة دولية وبمساهمة بارزة من السعودية ودول خليجية أخرى ومهدت عجلة إعمار المناطق المتضررة في الأنبار لعودة أكثر من 80% من النازحين الحمد لله احنا راضين يعني عن المشاريع رضا تام فيما يقولون وبالنسبة لل يعني احنا طبنا بمرحلة أنه هي داعش ودمار بس الحمد لله تخطناها بفترة وجيزة أنه يعني تقريبا خمس سنوات احنا رجع للحال أحسن من قبل طالب بمشاريع جزيرة الرمادي جزيرة البعثة في السد أمالة يعني تعبونا في هذه مرة ويرادلها يعني إعادة ترميم من جديد ونشكر المحافظة على هذا الانجاز الجديد يعني هسا أعمار موجودة الحمد لله إنارات موجودة حدايق موجودة يعني بس نريد النوب أكثر يعني الأمور تزال النوب أكثر ونطال بس أهم شيء أهم شيء أكثر أكثر مسيد المحافظ المستشفى هاي نعاني من عدم يعني من جميع الأمور من إجمال مائة واثني عشر جسرا مدمرا تمت إعادة ترميم ستة وتسعين منها فيما لا يزال العمل في مائة مشروع خدمي وستة وخمسين مشروعا استثماريا مستمرا المحافظة قامت بإحالة أكثر من خمسمائة مشروع خدمي وطبعا هذه المشاريع أغلبها كانت مشاريع إعادة بناء من قبل المحافظة ومساعدة بعض المنظمات وكذلك مساعدة صندوق العمار وكذلك البنك الدولي ساعدنا في بعض المشاريع وكان عددها قليل ولكن أيضا كانت مؤثرة الأنبار هي أكبر محافظات العراق من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانها نحو مليونا وستمائة ألف نسمة أغلبهم من العرب السنة وحتى الآن تلقت 12 ألف عائلة متضررة تعويضات حكومية من بين أكثر من 35 ألف عائلة تضررت جراء عملية داعش ترجمة نانسي قنقر